السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد رجل من اكاديمية بي برو تريدر. والتقرير منتصف الاسبوع للسوق السعودي هنبتدي فيه بازن الله بتحليل المؤشر العام للبورصة السعودية وبعض الاسهم اللي معانا بازن الله اللي حضراتكم طلبتوها. في البداية حابب اوضح لحضراتكم اللي عنده اي استفسار لو مسلا انا ما قلتش على السهم او سهم حضرتك محتاجه في الفيديو ده تقدر تسيب اسم السهم او رقم السهم ويفضل طبعا رقم السهم في كومنت اسفل الفيديو وهنجاوب عليه في فيديو يوم الاربع القادم بازن الله هنبتدي اقول حاجة بالمؤشر العام المؤشر العام طبعا عندنا هنا اه طلع طبعا نهاردة كان المؤشر بيحاول ان هو ينزل تاني تحت الترند الهابد الصعد ده بعد ما تم اختراقه ارتكز فوقيه وعمل اعادة اختباره وبعدين طلع اتوقع بازن الله ان المؤشر العام خلال الفترة القادمة بازن الله يوصل للتسعة تلاف سبعمية خمسة واربعين وبعد التسعة تلاف سبعمية خمسة واربعين يوصل للتسعة تلاف تسعمية وتلاتة طيب هتقول ليه الاركام دي بالذات اللي احنا او اللي انت محددها نرجع لورا كده شوية في الفين واتناشر او الفين الفين واربعتاشر تمام اه دي اهو عندنا التشارت لما رجعنا الورا احنا عموما بنبتدي نحط الدعم والمكاومات بتاعتنا على السنين اللي فاتت تمام اه دي التسعة تلاف سبعمية خمسة واربعين عندنا هنا كانت تمثل مستوى مقاومة قوي جدا وهنا حصل اختراق كاذب للمنطقة دي واصبحت عندي كل دي تمثل منطقة عرض من التسعة تلاف سبعمية خمسة واربعين للتسعة تلاف تسعمية وتلاتة عشان كده انا متوقع ان المنطقة دي هي المنطقة اللي يبتدي يهبط السعر منها بازن الله آآ للمؤشر العام طيب خلينا نشوف بعض الاسهم عندنا سهم المصافي سهم المصافي طبعا امبارح عمل صعود ممتاز جدا كنا تكلمنا في بداية الاسبوع عن السهم ده في فيديو يوم السبت وقلنا ان احنا عندنا المصافي لو كسر القاع عند المية وخمسين فصلة ستين ده ساعتها هيكون ليه هبوط قوي عند المية واربعين عشرين للمية ستة وتلاتين اربعة وتلاتين دي منطقة الطلب لكن لو ما كسرهاش هيفضل يحاول يطلع فوق النموذج بتاعنا ده مرة تانية وبالفعل يوم الحد عمل الاختراك للنموذج بتاعنا وطلع النهاردة نزل اغلاق اغلاق يعني احنا ما نقدرش نقول سلبي لانه هو الشمعة اللي حصل دي شمعة تعتبر من الشموع الممتازة جدا او البارات الممتازة باربس بريد عالي مرتد من منطقة الطلب فشايف ان هو لو صحح هيصح لنص الشمعة دي او نص البار ده ويبتدي يواصل الصعود تاني بازن الله للمية تسعة وسبعين فصلة تمانين وممكن كمان نوصل للمية خمسة وسبعين وعندنا هدف عند الميتين اربعة واربعين ده بالنسبة لسهم المصافي طيب خلينا نشوف الاسهم اللي حضراتكم طلبتوها عندنا سهم سيرة اه دي سهم سيرة تمام نشوف سهم سيرة حصل في ايه سهم سيرة متوقع يعني هو دلوقتي كان عاملي اه عندنا انا كان في مقاومة عند التسعتاشر ريال وتسعة هلالات تمام اه دي كانت مقاومة قوية اتوقع او او عند التسعتاشر ريال وعشر هلالات بالزبط اتوقع لو السهم اخترق النقطة دي نقطة المقاومة دي هنشوف صعود قوي بازن الله وانا كده كده متوقع ان هو يختارك النقطة دي ليه لان احنا كان عندنا هنا اصلا تمام شايفين ده فين اهو عند التمنتاشر تمانية وتلاتين التلاتة وتمانين عفوا حط خط اهو تمنتاشر اربعة وتمانين بالزبط ده الكمة بتاعت الالترا هاي فوليوم شوف بقى النهارده عمل ايه النهارده نزل عمل اعادة اختبر لالترا هاي فوليوم للقمة بتاعت الالترا هاي فوليوم اللي كانت تمثل مقاومة وتم اختراقها مبارح والنهارده بيعمل لها اعادة اختبار وطلع منها. فانا شايف ان سهم سيرة بازن الله لأهداف لحد تسعتاشر ريال واحد واربعين هللة. والعشرين ريال تسعة وعشرين هللة بازن الله. ده بالنسبة لسهم سيرة. طيب خلينا نشوف الخريف. ايه دي سهم الخريف. السهم اعتقد ان هو لسه جديد. السهم لسه جديد خالص. يعني نجيب فرمات اقل. عشان نشوف فين سهم الخريف. او ممكن نبتدي نشتري السهم الخريف منين. عندنا هنا في الترو هاي فوليوم. ده الترو هاي اللي موجود هنا عندنا. اهو ده. عند المية وسبعة فاصلة اربعين. ده الكمة والقوع عند المية وتلاتة فاصلة ستين. طب حضراتكم شايفين ايه قدامكم دلوقتي. شايفين ان السهم دلوقتي قاعد متزبزب جدا جدا داخل المنطقة دي. بقالوا قدي السهم متزبزب? السهم متزبزب داخل المنطقة دي من بداية آآ شهر مارس. يعني من يوم حداشر مارس تقريبا. حتى الان. متزبزب داخل المنطقة دي. تمام? يعني احنا بنتكلم يعني بقالنا حوالي خمس تيام متزبزب في المنطقة دي وكان قبلها برضو فيها شوية نزل عمل كسري كازب وبعدين صعد. تمام? فاحنا عندنا هنا برضو دي تمثل دعم عند التسعة وتسعين اربعين. فدي تعتبر منطقة تجميع على فريم الساعة. لو السهم قدر يختارك المية وسبعة فاصلة اربعين. نقدر نشتري بازن الله عشان نستهدف معانا القمة اللي عندي هنا عند المية واحد وعشرين ستين. ودي قمة السهم وما فيش حاجة اعلى منها. لو اختارك المية واحد وعشرين ستين. ساعتها هيكون عندنا اهداف ابعد بازن الله لسهم الخريف. نشوف سهم صناعة الورق. سهم صناعة الورق. ادي سهم صناعة الورق. نجيب فترة زمنية اقل عشان التشارت يبقى واضح معانا ونجيب فريم اليومي. ادي سهم صناعة الورق. صناعة الورق يعني انا شاف ان هي متزبزبة بس مائلة للصعود اكتر. ليه? عندنا هنا السهم. افى اليوم الخميس الماضي. يوم الخميس الماضي الاغلاق الايجابي اكتر من ممتاز ده. يعني اللي عارف الشموع اليابانية يعرف ان دي شامعة ابتلعية. وشامعة ابتلعية كويسة جدا. وهنا بالبراد ده بار بسبريد عالي اهو. ده بيدعم الصعود. تمام? وكمان فاحنا عندنا ممكن ممكن يعني نشوف صعود قادم على سهم الصناعة الورق. بس بشرط ان هو يخترق التسعة وخمسين تسعين. يخترق القمة بتاع اللي عندي ده. تمام? لو اخترق القمة بتاع اللي عند التسعة وخمسين تسعين هنلاقي صعود قوي جدا لسهم صناعة الورق. يستهدف معنا التلاتة وستين ريال واحد وستين هللة. وبعدين التسعة وستين ريال وتسعين هللة. ثم التمانين ريال وتسعين هللة بازن الله. وبقول هللة هما بقول شدرهم. عشان الناس اللي بتتريع. طيب خلينا نشوف سهم اسواق المزرعة وسهم اسواق المزرعة النهاردة كان اكتر من ممتاز. اكتر من ممتاز طبعا شاريينه في الجروب الخاص بتاع التوصيات بتاعنا. والحمد لله يعني كان محقق يعني محقق معنا نسبة ممتازة جدا. ادي جروب التوصيات بتاعنا. تمام? فين? سهم اسواق المزرعة. اهو. سهم اسواق المزرعة. مش ترين من الستة وتلاتين خمسة وسبعين. لما كان لسه هنا اهو. تمام? صعد معنا جاب الاهدف بتاعتنا كان فين? الاربعة والتلاتة واربعين اربعين والهدف الاول كان تسعة وتلاتين تسعين. طبعا محقق الهدف الاول عند التسعة وتلاتين تسعين. او لسه فاضله اربعين هللة. ويوصل للهدف الاول. هنا كده الهدف الاول. تمام? والهدف التاني عند التلاتة واربعين. الهدف التاني بتاعنا عند التلاتة واربعين اربعين. تمام? فان شاء الله ده المستهدف بتاعنا على سهم اسواق المزرعة. حتى الان محقق معنا ما يقارب السبعة ونص في المية. فنسبة ممتازة جدا والحمد لله ومستمرين مع سهم اسواق المزرعة. لحد ما يجيب الهدف بتاعنا بازن الله. طيب خلينا اه نرجع تاني ونشوف سهم السيارات. اه دي سهم السيارات. خدمات السيارات. سهم خدمات السيارات. شايفوا برضو من الاسهم الكويسة جدا عندنا هنا كان فيه نقطة اه مكاومة. تمام? اتوقع ان شاء الله هو احنا اشترينا برضو في جروب التوصيات ودرب معنا ستوب بس انا مازلت اه متمسك بالشرة في المحفظة. تمام? ان انا مسك في في السهم خدمات السيارات ومتمسك به. ومعايا ان شاء الله لان شايف ان هو يختارك معانا المكاومة دي عند الستة وتلاتين خمسين. ويوصل معانا ان شاء الله للكمه بتاعتنا عند التمانية وتلاتين خمستاشر. وعندنا كمان اهداف اكبر لسهم صناعة الخدمات السيارات. يعني ممكن نقول طيب نجيب ده تاني علش? فيلم اليومي. عندنا هنا اهو. ممكن نحدد الهدف بتاعنا بالطريقة دي. عندنا الهدف الاول عند التمانية وتلاتين خمستاشر. والهدف التاني تسعة وتلاتين زيرو سبعة. تمام? والهدف التالت بازن الله والاخير عند الاتنين واربعين خمسة وتلاتين. ده بالنسبة لسهم خدمات السيارات متوقع لصعود قوي بازن الله احنا مازلنا في تريند صاعد. وكمان كان عندنا هنا نقطة مكاومة قوية او منطقة عرض قوية. السهم اختراقها واغلق عليها. ومكمل كان منطقة العرض ما بين التلاتة وتلاتين عشرين للاربعة وتلاتين تلاتين. السهم اختراقها وعمل لها عادة اختبار كزا مرة وبيصعد منها. وشايفين صعود بقوة بازن الله على سهم خدمات السيارة. تمام? خلينا نشوف سهم زين. اه دي سهم زين. نشوف نجيب الفترة اقل. ادي سهم زين. سهم زين بالرغم يعني احنا طبعا الحمد لله برضو شاريين فيه وكسبانين فيه حتى الان. انا شايف ان سهم زين كويس جدا ولسه ليه اهداف اكبر. يعني هو كان فيه هدف هنا واعتقد حققه مبارح. كان عند الاربعتاشر زيرو تمانية حققه الحمد لله. دلوقتي انا هستنى اختراق يعني ممكن نقول شوية الفوق كمان. الاربعتاشر اتناشر كمه بتاعت يوم الحد مبارح. تمام? واده المنطقة كلها على بعد من التلاتاشر ستة وتسعين للاربعتاشر اتناشر. لو تم اختراق المنطقة دي هكون فرصة لاستكمال الصعود على سهم. زين بازن الله عشان نوصل لحد الاربعتاشر ستين وبعد الاربعتاشر ستين عندنا مستهدفات حتى الخمستاشر عشرين بازن الله. ده بالنسبة لسهم زين السعودية. طيب خلينا نشوف سهم بودجت بودجت برضو من الاسهم اللي احنا شاريين فيها في جروب التوصيات. برضو كان اه مبارح مع سهم اسواق المزرعة. اه دي سهم كان من الاتنين واربعين اربعين. والحمد الله يعني كذبان معنا وممتاز جدا. احنا كنا شاريين من هنا. اه دي الشارت بتاعنا. كنا كان فيه هنا مستوى دعم عند الاربعين اتنين وستين. السهم نزل عمله عدد اختبار وصعد منه. ووصل معنا حتى الان للاربعة واربعين اه ريال. يعني ده الشكل اللي كان عندنا او اللي احنا كنا شغالين عليه. اهو. تمام. اعطى كده هو ده. اه هو. تمام. واده عندنا الحد العلوي من القناة السعرية الصعدة. وهو اخترق القناة السعرية الصعدة بتاعتنا. تمام? لو اه نرسمها هنا يبقى اخترق له وهنرسم على اللي فوق ده يبقى اهو ووقف عندها النهاردة بالزبط. تمام? فاحنا ممكن نعمل اللي هي منطقة التريند زون. اهي. اللحظة واحدة نجيب نعمل لها كوبي كده اهو. ادي منطقة بتاعتنا. هو اخترق الحد اللي تحت ووصل للحد اللي فوق. تمام? وكان عندنا هنا ادي نقطة المكاومة واللي تحولت لدع وبدأ السعر يصعد منها. احنا شاريين من الاتنين واربعين. اه اربعين يعني السهم الحمد لله محقق معنا حتى الان حوالي اربعة في المية. كان محقق معنا اربعة ونص في المية دلوقتي حوالي اربعة في المية. ومستمرين معايا بازن الله سهم بوجت السعودية. عندنا اهداف اعلى. نشوف الاهداف بتاعتنا طبعا دي مش دعوة ان حد يدخل دلوقتي. دايما بقول يا تاخد الاتجاه من اوله يا ما تطمعش فيه من نص الاتجاه لان ده هيكون بدل الرزك بتاعك. يعني مثلا خلينا قديم سال بسيط جدا. لو حضرتك دخلت بص انا دلوقتي محدد بتاعي فين? وقف الخسارة بتاعي اغلاق اسفل التسعة وتلاتين اربعين. وانا داخل من كام? ادي التسعة وتلاتين. تمام? لحظة. ادي. مستوى نحط مستوى التسعة وتلاتين اربعين. بتاعنا من الاتنين واربعين اربعين للتسعة وتلاتين اربعين. حوالي سبعة في المية. يعني حوالي ستة في المية سبعة في المية. تمام? بص بقى لما انت تطلع تاخد من فوق بتاعك هيبقى كام? هيبقى حوالي احداشر في المية. فانت خليت بتاعك او الوقف الخسارة بتاعك الدبل. فلما انت تخلي الوقف الخسارة بتاعك الدابل ده هيكون في رسك جبير جدا جدا لو لا قدر الله السهم عكس. تمام? فانا بالنسبة لي ما ينفعش تدخل الصفقة او التوصية او السهم من نص الاتجاه. يا تاخد الاتجاه من اوله يا ما ينفعش تشتري من كمه. اسوأ حاجة ممكن تعملها في بتاعك او في التداول انك تشتري من كمة. ده يعني اللي بيخلي معظم الناس تتعلق في اسهم بالسنين. يعني مش اقول بالاسبوع ولا بالشهر بالسنين الناس بتفضل متعلقة في اسهم وساعات ما بيوصلش السهم للارقام بتاعتها بعد السنين دي كلها. تمام? فانا اه عشان كده يعني دايما بنبه على النقطة دي. فياريت تاخدوا بالكم منها. فان شاء الله السهم باجت السعودية انا متوقع له يوصل للستة واربعين تلاتة وعشرين وبعدها هيكون عندنا اهداف اعلى بازن الله. طيب نشوف السهم ينساب. اه دي سهم ينساب. سهم ينساب بقاله فترة كبيرة جدا متزفزب في المنطقة دي. ما بين الواحد وسبعين تلاتين للتمانية وستين اتناشر. فلو اخترك الواحد وسبعين تلاتين ممكن ساعتا نفكر في الشراء بسطوب اغلاق او وقف خسارة اغلاق تحت الواحد وسبعين تلاتين. هيكون عندنا مستهدفات الاربعة وسبعين تمانين ثم السبعة وسبعين اربعة وخمسين. في حالة كسر التمانية وستين اتناشر يبقى هناخده من المنطقة دي اللي ما بين الستة وستين عشرين للخمسة وستين خمسين. خلينا نشوف الواحة. نشوف سهم الواحة. سهم الواحة. احنا شارين تقريبا يعني اعتبر نفس المكان ده احنا شارين منه. من الاسبوع الماضي. فيعني سهم الواحة مازال معايا مناسب للشراء. طالما ما كسرش منطقة الشراء بتاعت اللي ما بين الواحة الوتمانين تلاتين للتسعة وسبعين اربعين. دي منطقة الشراء بتاعتي مدام ما كسرهاش انا شاف ان السهم ممكن يرجع يصعد تاني بازن الله عشان يستهدف الستة وتمانين تلاتين. ثم التسعين تسعين وعندنا السبعة وتسعين سبعين. نشوف كهرباء السعودية. اي دي سهم الكهرباء. سهم الكهرباء مازال ايجابي معايا. لسه مفيش عليه اي علامات سلبية. السهم ممتاز جدا وشايف ان هو هيوصل معنا للتلاتة وعشرين اتناشر. تمام دي الاهداف بتاعتنا الهدف الاول اتنين وعشرين اربعة وعشرين. الهدف التاني اتنين وعشرين اتنين وتمانين الهدف الاخير تلاتة وعشرين اتناشر بازن الله. نشوف اخر سهمين معنا الكابلات ودار الاركان. ايضة سهم الكابلات النهاردة. بدأ يدي اشارة ممتازة جدا. اشارة كويسة بدأ يعني انا شايف ان النهاردة يعني كنت اتمنى طبعا ان هو يقفل عند الواحد وتلاتين خمسة وسبعين القمة بتاعته النهاردة ولكن نزل ولكن يعني استمراره بالايجابية دي اعلى منطقة الطلب اللي ما بين الواحد وتلاتين عشرين للتلاتين سبعين ده في حد زيته حاجة كويسة وبيخليني ما زلت متمسك بالسهم ومشي هبيعه دلوقتي انا هبيع السهم عند يعني هبيع نص الكمية اللي معايا عند اتنين وتلاتين تلاتة وسبعين وعندنا الكمية الاخيرة او النص الكمية التانية هبيعها عند الاربعة وتلاتين عشرين متوقع له يوصل عندها بازن الله اخر حاجة معنا دار الاركان دار الاركان النهاردة طبعا طلعت والحمد الله كنا موصين عليها من يوم الخميس الماضي او من الاسبوع الماضي مش فاكر الخميس ولا الاربع وطلعت معنا الحمد لله وانا شايف ان ايا مستمرة في الصعود عشان توصل معنا للتسعة ريال اتنين وتلاتين درهم اتنين وتلاتين هللة انا اسف ثم التسعة ريال اربعة وستين هللة تمام دي الاهداف بتاعتنا على سهم دار الاركان والسهم ما زال ايجابي زي ما قلت وما فيش برضو منه اي قلع دي مستويات اللي هنبتدي نقلل من عندها الكميات اللي معانا وبكده هكون انتهيت من التقرير منتصف الاسبوع للسوق السعودي اتمنى اكون افدتكم وزي ما قلت لحضراتكم في البداية اللي عنده اي استفسار عن اي سهم يقدر يسيب كومنت اسفل الفيديو باسم السهم او رقم السهم وهنجاوب عليه في فيديو يوم الاربع القادم بازن الله شكرا ليكم والسلام عليكم